صح الصح صح 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 سيح مارودناء اه صباح الخير صباح الورد رحوه كيفك ميسون او انا مش تقيتك كيف كان سلامتها نادية الله يسلمك طرف انا مبارح كمان بالمستشفى كنت تنزحون اعطوني اجازة يومين بس اجيت داوم قردة حبيبتي انت حبيبتي ما عليك شور Bradyت حالي بسرعة يعني اول ساعتين من العراض رح اتأخدت لبراود دواء وصبحت ما في شيء برافو عليك انا للاسف مش من المؤمنين بموضوع الإبر يعني بظل تعبانة وزي ما بيقولوا بخلي المرض ياخد مجراء معاي هلا أحيانا ممكن لما يكون الأشي خفيف بس أنا ما بنصح لما تحسي أنه لا في حرارة فيه فيه أعراض ما فيكي الطيبية ما بتقدري مزبوط صح اتلاحى يا حالك بس يستفحل المرض بصير بتعدي بالشهر ما بالطيبية مية بالمية مية بالمية لا سلامتك ما عليك يشار واضح أن الفيروسات والمايكروبات منتشرة بالستوديو أنا قلت لهم للمستمعين الصبح أنه بقول لها نادية أول ما قالت لي أنها سمعت صوتها بعتت لي فويس نوت فصوتها منخنع يعني قلت لها شكلك مريضة حبيبتي خلص خليكي بكرة ما تيجي إذا بدك قالت لي شو ما أجي بدي أجي وقعديكي كمان مش أجي بس ما أنت كنت مريضة يا بلا ما أنا كنت مريضة بعدين اتدهورت حالتها فقالت لي مش قادرة أجي قلت لها شفتي خطايا خطايا عشان تعرفي حبيبتي سلامتها لنا الدوش وإحنا معكم أكيد على الهواء مباشرة تقدروا تتواصلوا معنا من خلال رقمنا 06569-099 وأيضا من خلال فيسبوك لايف إحنا معكم أات عمان تيفي أوفيشل في عنا شيرين يا ميسون بدها تعرف عن موليد برج الدلو عم بتتابعنا من ألمانيا تحياتنا لإلك الدلو كان تعبان بالشهرين الماضيات وهذا الشهر عنده تعب ولكن بنسبة 10 إلى 20% مما كان عنده بالشهر الماضي والشهر الجاي أيضا 21 يوم رح يكونوا أقل يعني عم نعمل تدريجي إيجابي نعم عشان شوي شوي رح يتحسن وضع الدلو ولكن يعني في بعض الضغوطات اللي رح يواجهها بهذا الشهر زي ما حكينا أقل من الأشهر الماضية وتزداد المسؤوليات عليك فتشعر بالتعب لذلك انتبه لصحتك ابتعد عن مخالفة القوانين استعيد علاقاتك المنقطعة هاي بدي أأكد عليها لأن الأشهر الجاي رح تكون أنت بحاجة لدعم كبير فانتبه أنه من بداية السنة أو من ما دخلنا بالنصف الثاني من السنة بلشت تهمل العلاقات الاجتماعية تنطوي تبعد لأنه عندك مشاكل عندك تراجع ولكن هلأ الفرصة مناسبة أنك تسترجعها العاطفة أيضا الأسبوع الأخير هو الأفضل على كل المستويات مش بس العاطفي فأجلوا أموركم للأسبوع الأخير نعم في عنا اتصال مرحبا صباح الخير صباح النور أهلا كيف يكرا يا شيخ بارك تمام الحمد لله مين معنا معاك محمد خضر أهلا يا محمد الحمد لله أهلا وسهلا أستاذ محمد كيف حالك شيخ بارك نشكر الله الحمد لله عفكرة يصل السنين عم بحاول أتصل فيكم لأول مرة بعلق معي الخض أوه هذا من حسن حزنا يا محمد والله من حسن حزي أنا هم أبسطين يسمعنا هالصوت الله يرضى عليك يسلم يا ربي ممكن أسألك أول إش بدي أسأل سؤالين آه أنا موليد 6-4-72-65-صباح أنا عم بسمع الحمل الحمل أوكي آه أها الحمل والسؤال الثاني التوافق بين الحمل طبعا أنا أكبر بعشر سنوات والجدي زوجتي حمل وجدي نعم 31-82-80 نعم هي شكرا لأتصالك محمد انبسطنا سمعنا صوتك شكرا لك باي رح أحكي لك عن الحمل بس بالنسبة للتوافق ممتاز جدا لأنه الجدي بيحب النفوذ والصلابة الموجودة عفواً الحمل بيحب النفوذ والصلابة الموجودة عند الجدي بالرغم من أنه الجدي عنده بعد بالعاطفة مش كثير بيهتم بهاي الأمور والحمل من أكثر الأبراج النارية عاطفة لا مش أكثر بعد الأسد يعني مقارنة مع الجدي الحمل عنده عاطفة فبس هاي المسألة بدنا شوي إنه الحمل يكون صبور وبيعطي بعض الأمور بده يقربها بما يخص العاطفة يذكر الجدي دائماً بالمواعيد المهمة بعيد الميلاد عيد الزواج قبل بفترة بطريقة غير مباشرة فبيقرب هاي المسألة لبرج الجدي ما عدا هيك كل شي ممتاز بالنسبة لباقي الأمور وتعتبر العلاقة ممتازة جداً أما بالنسبة لهذا الشهر للحمل شهر جيد على كل المستويات ولكن ما بيخلو من المطبات يتميز بإعادة النظر بتغيير تصحيح الأخطاء تبحث عن كل ما هو جديد وتنطلق فيه احذر أن تخطئ هذا الشهر بأشياء جديدة واستفيد من أخطائك لأن الخطأ محسوب عليك لآخر السنة عدم الدخول بمشاكل على كل المستويات واعتدمد الصبر والهدوء وعاطفياً مطلوب منك الهدوء واستيعاب المقابل لحتى تتجاوز مشاكل هذا الشهر على المستوى العاطفي ميسون بدي أوجه تحية لندين نجار عم تسمعنا وبعطت لي مسج على انستغرام أنه بليز أسكري اسمي بدي أقول لك هاي ويسعد صباحك وشكراً على متابعتك الدائمة لصحصح وعننا اتصال هلو هلو مرحب مرحبتين يا هلا رهض كيف حالك رهض كيف حالك شو أخبارك يا محمد الله يخليك الحمد لله تمام ميسون كيف حالك الحمد لله أهلا وسهلا الله يعافيك يا رب الله يخليك بدي أعرف عن درج العذران حاضر أوكي شكراً لأتصالك محمد العذران من أكثر الأشهر نجاح بهاي السنة هو شهر تسعة يعني في عياد ميلا تقوموا كل عام ونتوا بألف خير جميعاً وبيعتبر هذا الشهر شهر التعويض لأنه كان فيه شهرين الماضيات وأنا حكيت من وقتها أنه من 26 تمانية تذكر يقدير ركزنا بهذا الموضوع أنه خلص تنتهي المطبات تتراجع حتى السلبيات اللي حصلت رح تقلب لأيجابيات تخدم مصالحكم رح تلاقوا الدعم ورح تلاقوا كل ما هو جديد عليكم اختيار الشيء بشكل صح منتصف الشهر بدكم تبعدوا عن العصبية تبعدوا عن المشاحنات أو النقاشات العقيمة أو استفزازات البعض لأنه النجاح بيخلي دائماً في ناس بتكره هذا النجاح فتتعمد استفزاز المقابل لحتى يتوتر وتتراجع أموره فانتبهوا لهذه المسألة بمنتصف الشهر وعاطفياً رح تلاقوا الأخبار الحلوة والأخبار السارة على كل المستويات سواء كان مستوى العائلي أو الشريك يعني العائلة بقصد الأم والأب والأخوة والخوات والشريك اللي هو الزوج أو الأولاد هاي رح تكون شيء مميز أنه تسمعوا أخبار سارة بما يخص العائلة للمرتبطين وغير المرتبطين في عنا كمان اتصال هلو هلو صباحي خير صباح النور كيفك رخوفة كيفك يا أحلام الحلوة نفتقى لك الحمد لله فلانتك أول إشي الله يسلمك حبيبتي شكراً شكلك فلوز أو إشي نعم شكلك مرشحة إشي آه والله مرشحة مفلوزة يعني هلأ بالأيام الأخيرة يعني بس تعبت والله من هالفروانزا هالمرضة الحمد لله فلانتك أول إشي الله يسلمك حبيبتي أنت تفضلي أهلا صباح الورد لميسون صباح الورد أهلا وسهلا فيك حبيبتي ألبعني حاب تعرف للحوت كل شيء كل شيء لبرج الحوت تعباني أنت وحاب من ضخف يعني كونه بشهر تسع حاب لفيروز وراء الأفر إذا في مجال أنا كتير بحب هاي الأغني لست فيروز يا حبيبتي حبيبتي أحلام تاريخ ميلادك قدية تاريخ ميلادك عشرة ثلاثة عشرة ثلاثة أنت تعباني هذا الشهر والله شوي مضبوط حاضر حبيبتي هلا رح أحكي لك للحوت الثلاثة سبيع الأولى رح تشعري بالعصبية والانفعال وهذا أول شهر بيمرع على الحوت وكمان الشهر الجاي بدي أوصي رح يكون أقل من هذا الشهر ولكن 21 يوم فيها شوية انفعالات فيها شوية تراجع أقل بنسبة 70% عن هذا الشهر ولكن الحوت بطبيعته ما بيستحمل هاي الأمور لأنه إنسان فكاهي ما بيحب النكد ما بيحب المشاكل حتى لو كانت عشرة بالمية رح تأثر عليك هذا الشهر الثلاثة سبيع الأولى حساسة جدا والخطأ محسوب عليك لفترة طويلة ما تدخل بي مخالفة قوانين مشاكسات تحديات منافسة بالشغل ابتعد عن الأجواء السلبية والناس السلبيين الأسبوع الأخير ممكن رح تشعر بالتعب لأنه رح تزداد عليك المسؤوليات اللي فيها رح تصوب كل الأخطاء يعني فترة مناسبة جدا أنه أي خطأ ارتكبته بالواحد وعشرين يوم الأولى تعمل على تصويبه ورح يكون أفضل من بداية الشهر انتبه للمشاريع المعروضة عليك ما تتغفل عن محتوياتها وشروطها وعاطفيا أيضا النصف الثاني رح يكون هو الأفضل للقرارات العاطفية في عنا هون رانا ميسون عم تسأل عن أوضاع برج الميزان الميزان مع الدلو مع الجوزاء مع الحوت التعبانين وفي تراجع عندهم كثير كبير فبدهم ينتبهوا ممكن يشعروا بالإحباط والأفكار السلبية تخيم عليهم ما بتكونوا تتخذوا قرارات بهاي الفترة تأجلوها كل هالعشر أيام الأخيرة اللي هي رح تكون الأفضل وتتلاشى فيها كل الهموم وأيضا رح يكون عندكم تصحيح وتصويب الأخطاء بلها العشر أيام الأخيرة وعاطفيا عليك تأجيل القرارات المهمة الأفضل أنه مش بس للعشر أيام الأخيرة للشهر الجاي بيكون أحسن للمرتبطين وغير المرتبطين وما بعرف رح يطلبوا للجوزاء أو لا لأنه عم بحكي أنه برج الهوائية تعبانها لا عندهم فراج كثير كبير الشهر الجاي الجوزاء فتحمل هذا الشهر الشهر الجاي رح يكون في تطورات وفي مشاريع وفي انتهاء كل الضغوطات للجوزاء يعطيك العافية الله يعافيك حبيب لسه معانا وقت بدنا ناخد كمان اتصال على 06569099 مرحبا راح فوميسون أهلا وسهلا كيف خالكم؟ تمام الحمد لله أنت كيفك؟ تمام بخير من معنا؟ محمد أهلا وسهلا اليوم 3 محمد كل اتصالات محمد أهلا وسهلا محمد شو اسمه؟ بدي أسأل عن برج الثورة إذا في عمل أو العملية صعيد العملي لموليد برج الثور أوكي يا محمد شكرا لاتصالك ما عرفت تاريخ ميلادو إذا كنت من العشرية الثانية هاي الثلاثة أسابيع الأولى من الشهر فيها انفراجات كتير كتير كبيرة بدك تنتبه أنه إذا كنت من العشرية الأولى فأنت ما أخذ من الحمل برضو مرتاح ولكن إذا كنت العشرية الثالثة جوزاء رح يأثر عليك بشكل سلبي هلا العشرية الثانية بدي أحكي لها أنه ثلاث أسابيع من التعويض عن كل الأشهر الماضية اللي كان فيها تراجع رح تلاقي الأبواب مفتوحة فيه شغل ممكن لغير الناس اللي عم بيبحثوا عن العمل تسترجع ثقتك بنفسك هذا الشهر والنصف الأول فيه الكثير من الفرص الجيدة وبدك تنتبه للتفاصيل الصغيرة وما ترتكب أخطاء المشاريع الجديدة ممكن يكون فيها حظ كثير كبير اللي رح تخدم مصالحك عم بحكي عن الأعمال الخاصة الحرة يعني عاطفيا الأفضل أنه تعيد حساباتك بطريق تعاملك مع الشريك أو مع المقابلة حتى تتجاوز هذا الشهر بأقل الخسائر للمرتبطين وغير المرتبطين عنا آخر كومنت ميسون نحن أخذها من رندا بدها تعرف عن التوافق بين أنثى الحوت عشرة ثلاثة وذكر واحد واحد الجدي الحوت مع الجدي حكينا أكثر من مرة أن الحوت إنسان بعيد عن العاطفة وهذا الشيء ممكن يخليه عاطفي جدا الحوت الحوت عاطفي جدا والجدي بعيد عن العاطفة ولكن ممكن هذا عدم التعبير عن الحب وعدم وجود الرومانسية عند الجدي يخلي العلاقة شوي تتراجع يتعذب شوي الحوت ولكن الحوت ذكي بيقدر يوصل يعني أنا بوصل إنه ممكن ما بتجي عباله هاي الفكرة زي ما حكينا قبل شوي إنه بدك توصل الفكرة للجدي قبل بوقت لحتى يصبح عاطفي فقط وما تبقى كله ممتاز جدا نعم ميسون بدأ نشكر لك حبيبتي يعطيك العافية إن شاء الله لقاءنا بجدد معاك بكرة في نفس الموعد شكرا لإليك صحة 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 صح اشتركوا في القناة